خيبة الأمل بمستقبل العملية السياسية في البلاد كانت بادية على تصريحات رئيس قليم كردستان العراق مسعود برزاني الأخيرة التي أكد فيها إمكانية انسحاب الكرد منها فضلا عن الاستقلال الاقتصادي عن المركز إذا ما استمرت سياسات بغداد تجاه الأقليم على حالها تصريحات اختلف الكرد في تقييمها ففي الوقت الذي عدها البعض منطقية وجاءت في وقتها واعتبرت مقلقة لآخرين باعتبارها قد تؤثر سلبا على الأوضاع السياسية والاقتصادية داخل الاقليم مشكلة مناطق متنازع عليها مع الدمي واربعين موضوع البياشمرقة موضوع الموازنة وموضوع النفط والغاز كل هذه المشاكل لم تحل وبل تفاقمت وازدادت عدة مشاكل أخرى وضفت لها بتشكيل قوات دجلة وكثير من المشاكل الأخرى علينا أن نرى إلى أي مدى ستكون خطوة عملية أو خطوة تساهم في خلق وضع أفضل في إقليم كردوسان للفرد الكردي أوساط كردية أخرى تعتقد أن بارزاني لم يكن ليدلب تلك التصريحات لو لا توفر مقومات داخلية وإقليمية تتيح له إنجاز أهدافه على أرض الواقع وإن إمكانية توفر ضمانات تتجاوز الضمانات الورقية لتحقيق تلك الأهداف أصبحت متوفرة الآن أكثر من أي وقت مضى بحسب تلك الأوساط مني يتكلم هذا الكلام معناته عنده ضمانات أولا نفسية ذاتية وضمانات إقليمية وضمانات داخلية أيضا طبعا بالنسبة لنا كرد الاستقلال الأفضل بكثير المفارقة أن تلويحات بارزاني بالاستقلال السياسي والاقتصادي جاءت في الوقت الذي مد رئيس الحكومة نوري المالك يده للتحالف مع الأطراف السياسية العراقية للمشاركة في الحكومة المقبلة بمن فيهم الكرد وإن جاءت تصريحات بارزاني أكثر حد هذه المرة إلا أن مراقبين لا يعدونها سوى فورة إعلامية كردية مبكرة تأتي مع شروعهم بعقد تحالفات مع الأطراف السياسية العراقية بعد الانتخابات النيابية الأخيرة يوسف المندلاوي الحرة أربيل